اشتركوا في القناة وما قبله ايضا بالفعاليات بالأيام المدرسية لنظمت في مختلف مدارس الوطن بكل التفاصيل التراثية الشعبية الفلسطينية المتجذرة وذات علاقة بإرثنا بتاريخنا كانت موجودة وحاضرة في المدارس الفلسطينية وحتى في الشوارع الفلسطينية كان جدا رائع وجدا ملفت وجدا ملهم ايضا ولا شك انه بعزز القيم الوطنية الموجودة لحتى نظل محافظين على هذا التراث من عمليات السرقة والتهودي اللي بتتعرض لها يوميا ممكن وكل فترة واخرى عم نشهد نوع من انواع هذا الاتهاد او هذه السرقة لتراثنا الفلسطيني اليوم بدا نتحدث بها الخصوص اكتر عن الزي الفلسطيني عن التوب الفلسطيني ونخص كمان التوب الكرمي كمان لحتى نعرف رمزيته ونكون احنا وعيين ومثقفين وملمين ايضا في كلها تفاصيل اكيد حد رويانا مع ضيفتنا المميزة دائما وصاحبة الموسوعة في كل المعلومات وتفاصيل عن التراث الفلسطيني وتحديدا الثوب الفلسطيني الخبيرة في زي الشعب الفلسطيني الفلسطيني والحكاية الفلسطينية الاستاذة مها حنوني سعد صباحك سعد صباح الأنوار اهلا وسهلا فيكم احنا اليوم كتير سعدين بوجودك معنا بداية فاهلا وسهلا فيك اكيد انا اسعد كمان يعني منحكي ما قبل من نحكي في الاتواب اليوم شو منحكي للتراث الفلسطيني شو منحكي للزي الفلسطيني شو ملحكي لتاريخنا وقرتنا وحضارتنا بسم الله والصلاة والسلام على خير الأمام مش أنا اللي بدي أحكي اللي بدي أحكي وثيقة الاستقلال وثيقة الاستقلال عندما طلب ياسر عرفات من شاعرنا الكبير محمود درويش صياغة وثيقة الاستقلال ابتدأ فيها على أرض الرسالات السماوية إلى البشر على أرض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني نمى وتطور وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية التي لن فصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ بالثبات الملحمي في المكان والزمان صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة هذا لحاله كافي يقولنا إحنا هون كنا وهون موجودين وهون رح نضل لما شاعرنا الكبير بيبدأ وثيقة الاستقلال بالتركيز على تراثنا وإرثنا والأشياء الخاصة فينا في الأرض والشعب هذا لحاله كافي يحكي عن كل شيء تاني إحنا بدنا نحكي سلام عليك بداية قوية جدا فيما يتعلق بتراثنا وبتزامن مع هذه الأيام يعني أستاذي ماها اليوم عم نحكي عن التراث الفلسطيني أو نحكي كمان عن الثوب الفلسطيني على جزء من هذا التراث الثوب الفلسطيني له مزايا كتيرabe Channel له بصمات كتير وإله خاصية كمان وصبغة في كل منطقة فلسطينية إذا ما حكينا عن الثوب الفلسطيني على جزء لا يتجزئ من تراثنا الفلسطيني الثوب الفلسطيني بشكل عام موسوعة كبيرة كتير وعشان هيك كان هدف الاحتلال وهدف الصهاينة انهم يكون هذا التوب هو الجزء الرئيسي اللي بحاولوا ينتزعون بغض النظر هم يبدأوا فيه بالمطارات ولا بالمضيفات وكان عندهم هم انهم يحطوه في الموسوعة العالمية للأزياء الشعبية الفلسطينية للأزياء الشعبية وبالتالي استطاعوا انهم ياخدوه ويحطوا توب الملك اللي هو توب بيت لحم استطاعوا ان يحطوه بالموسوعة الأزياء الشعبية العالمية وبقيت مؤسساتنا ودولتنا تناضل من أجل انتزاع هذا الحق اللي هو حقنا توب الملك توب مشهور يعني يخص بيت لحم ومش معقول في حدا ما يعرفش في فلسطين أو حتى في الوطن العربي انه هذا التوب لانه هو هذا توب الملك هيلانا اللي كانت موجودة في فلسطين في تلك الفترة وبالتالي بقيت مؤسساتنا تناضل من أجل انتزاع هذا الحق واستطعنا في التسعينات انه احنا ننتزع اسم نشطب اسم توب اسرائيل وبقيت الصفحة فارغة وما زلنا نناضل من أجل انتزاع حقنا في وضع اسم توب فلسطيني فهو حدث بلا حرج التوب بعكس البيئة والجغرافية اللي كنا احنا عايشين فيها لو بدينا من تحت منبير السبع وطلعنا لفوق لبيت لحم وايجينا على رمالة وروحنا على مرينا على منطقة نابلس ويجينا لمنطقة طول كرم وقلقيليا بنلاقي تجانس عالي وبنفس الوقت بتلاقي مناطق اختلفت مثل منطقتنا اللي هي التوب الابيض المردن المختلف تماما عن باقي اتياب في فلسطين اللي هي منطقة الشمال وجزء من طول كرم وجنين قلقيليا لا مش معنا اذا اجينا لتوب يافا خليني اقول توب يافا توب يافا اشتهر في توب البيج اللونوبيج ومطرز بزهر البرتقال اذا احنا قلنا زهر البرتقال اذا احنا عكسنا في بيارات يافا اذا عكسنا في بيارات يافا وكانوا على الحواشي غير المطرزات يحطوا شجرة البرتقال لو رحنا على غزة مقابل يافا بنلاقي البيارات موجودة لكن ما استخدموا زهر البرتقال استخدموا النخيل لأنه غزة فيها أشجار نخيل أكتر من أي شيء تاني فيه أكتر من يافا أو ممتقة أخرى بالضبط النخيل أو السرو وبالتالي بنلاقي على توب غزة نجد السرو لو رحنا على الخليل بنلاقي العنب القطف العنب وأوراق الدالية وبالتالي هي كانت تعكس إيش إحنا كنا عايشين في هذاك الوقت وأكبر دليل على هذا الكلام في أن مجموعة رسومات ونقشات لو إجينا في قطبة الفنجان قطبة الفنجان هي قطبة تعبر عن قبل اليدوية قبل اليدوية اسمها الملتين كانوا يستخدموها الثوار ووضعت على توب يعني من ضمن الزخرفات اللي وضعت على توب اسمه توب الملس و توب الملس هذا لحاله حكاية ويجب على كل أطفالنا قبل كبارنا وشيوخنا أنه نظلنا نروي هذا التوب ننتعرف شو حكايته ننتعرف على هذا التوب وإحنا بنغنيه ونقصي بتوب الملس يا مريم وعارس عظهر الفرس يا محمد شو هو توب الملس توب الملس هذا توب يخص أهل القدس كانوا ثوار لما يطلعوا على خط سكة الحديد على يافا يكونوا نساءهم في المساء كعدات وبالتالي الست شايف جوزا هو طالع حامل مجموعة من الأدوات تلمح القنبل اليدوية وتتخيلها كشكل الفنجان وتطبعها من دماغها من مخيلتها على نقوشها وصار معروف أنه النساء اللي بيلبسوا هذا التوب يمتلكوا وقت كافي مساء لأنه رجالهم مش معاهم وصار معروف أنه بس هدول النساء مسموح لهم يلبسوا هذا التوب فجاءت واحدة منهم أنها بدها تلبس هذا التوب عطيني بدي عن كله ليش يختي بديك تنقل التطريز جوزك هون ولا مع الثوار قلت لم لا هون قلت لم يمنوع تلبسي وبالتالي يعني هي روحت على البيت عملت مشكلة لجوزها لو أنت شو قاعد بتعمل أنت كل الرجال في الحرب وكل رجال مع الثوار وكل الرجال وأنت قاعد زي الستات هي وقفت على الخبزة وعلى اللقمة أنا بدبر لولاد أنت لازم تروح مع الثوار وبالتالي اعتبر ثوب الملس هو وحدة تحريدية لما من كل وحدة تحريدية استطاعت أنها هي تدعم جوزها تدفع جوزها أنه يروح مع الثوار مقابل أنها هي لبست كدرة الترز هذا التوب وتباهت به كان نوع من أنواع المباهات أنه أنا زي زيكم أنا زي كل النساء اللي رجالهم مع الثوار لابسي هذا التوب وبالتالي هذا التوب عن جد كان فيه إلو ميزة عالية جدا وهاي القصة بحب أحكيها دائما في المناسبات بس واترتسخ فيه ذهن أطفالنا وكبارنا يسترجعوها في عنا منطقة نابلس لما سميت دمشق الصغرى سميت لأنه هي كانت صورة عن سوريا شبيهة وبالتالي هم كانوا يلبسوا الملاية التوب الأسود والملاية اللي يغطوا فيها وجههم أو اللي يتيجي من الرأس إلى الأسفل إلى الأسفل وبالتالي ما كان في عندهم توب بطرز بعكس القرى يعني في عنا رفيديا في عنا عصيرة اشتهروا مثلا بالعصب الخضرة وبالتالي يعني هذه منطقة نابلس لو اجيت لمنطقة طول كرم وهي هذه اللي أنا بحب أحكي كتير عنها بحب أحكي كتير عنها لأنني أنا بعتبر أنه طول كرم كمدينة أو كمحافظة مظلمت في التوب الفلسطيني ما أخذت حقها ما أخذت حقها إحنا اليوم لما بنقول أنت عم تحكي أنه أنا كنت مبسوطة كتير و أنا شايفة أكم واحدة شفتيها لابسي التوب الأبيض لمردن صحيح التوب الأبيض لمردن شبه مفقود حتى خياطين الخياطات اللي بخيطوا هو إلى طريقة خاصة مش موجودين يعني أكم من واحدة اللي صاروا موجودين في القرى بنعدوا على الاسم يروحوا عند الخياطة الفلانية يعني أنا خياطي التوب أبيض مردن رحت على علار و واحدة تانية راحت على عتيل عشانيك أنا بقول هذا التوب من ظلم هلأ ليش اختلف التوب عن بقية التياب ليش هو إحنا أبيض وهم مثلا أسود ومترس هذا يرجع لوجودنا في منطقة السهل الساحلي الداخلي أو السهل الساحلي القريب من السهل الداخلي تمام؟ وبالتالي طول كرم وجنين بشكل خاص ما كانش عندهم النساء وقت كافي عشان هم يقعدوا يترزوا نعم وبالتالي إذا إحنا إجينا للتوب الأبيض لو كنا شو تفاصيله إحنا فعليا عندنا الرقعة على الصدر الرقعة على الصدر والياقة الياقة اللي بتكون في أعلى القبة من هون بتكون واقفة وقوف هذه هي المنطقة الوحيدة المترزة في التوب الأبيض بحكم إنهم بيشتغلوا بالسهل بالجبل بيشتغلوا بالأرض يعني كل شغلهم في الأرض يعني فلاحين على أصولهم التوب الأبيض كمان بتشكل من الباس الباس اللي كانت اتطرز على أسفل القدم اللي بنسميها المشاريم بتشريمها بشكل مثلثات وبتطرز عليها فقط هذا الإشي اللي كان يتطرز على كألوان إذا إجينا للألوان المزبوط بدي أجل شوي الألوان لأنه لهم خصوصية شوي الألوان هلأ بنا نحكي عنها بدي أرجع على تفاصيل التوب الأبيض حكينا عن التوب كتوب الرقعة اللي هي على الصدر الياقة اللي هي على القبة بنيجي للباس وحكينا عن المطرزات الموجودة عليه بنيجي للزمات اللي بتكون موجودة ليش هو أبيض مردن لأنه إلاه ردنات طويلة وبتنعقد إلى الخلف تمام وبالتالي مازال هو مردن وطويل إذن هاي المنطقة صارت مكشوفة بلزم إنها تتستر بالزمات تمام على الرأس موجودة الخرقة اللي هي اليانسة البيضاء الخفيفة بالضبط 100% بيجي عندنا كمان تحتها الشلحة الفيبر الفيبر نوع من أنواع الكماش بتكون لابسته تحت الطوب الأبيض لأنه الأبيض شفاف يعني بيخايل ما بيزبط طلبسه بدون شلحة بنيجي للزنار بالعادة بتحط منديل أو بتيجي للزنار الأحمر اللي هو كانوا يجيبوه من سوريا للزنار الحرير يعني وهذا ثمنه غالي يعني كانوا يشتروا بـ 50 دينار ويطلع مع جهاز العروس ويضل إلها باعتبار بس قطعة واحدة هذا بالنسبة للتوب الأبيض بيجي فوقه الهدم الهدم اللي هو لما بتخطر من القرية نستعمل كلمة تخطر تخطر بتغادر من منطقتها من القرية إلى المدينة كانت تخطر على المدينة أو تروح زيارة رسمية بتلبس الهدم أو التوب المخمن التوب المخمن بيكون طويل؟ طبعا كامل بيغطي التوب الأبيض التوب الأبيض كمان في داخل في طول كرم نفسها بيختلف من منطقة إلى أخرى على بنا نيجي للسدر أول شي بدي أرجع شوي للسدر موجود على السدر الحمامتين أو قوار زريعة بالغالب كانوا يكونوا حاطين يا قوارين زريعة يا قوارين أو قوارهم حمامة وكانت ترمز للثوار لما كانوا يروحوا على جبل المنطار أو على جبل السفرين ورامين كانوا يبعثوا بالرسائل لنساءهم عن طريق الحمام الزاجل وبالتالي السد في طول كرم أبدعت في رسم الحمامة أو قوار زريعة اللي كانت هي تشتغل فيه يعني بالأرض بالسهل بزبط خيلتوا أنه هو إشي بالزراعة وبالتالي هدول الرمزيتين هم اللي موجودات في الطوب الأبيض اللي مردن في اللي بخص طول كرم مثلا عنبتها عنبتها طوبها بيجي قصير شوي هذي جزئيات صغيرة لأن هن بنات عنبتها بتشتشلنش شو هي؟ بتشتشلنش بتشتشل يعني هي ترفع طرف الطوب وبتحطه في الزنار تاعها عشان تسهل حركتها تمام؟ أهل عنبتها كان مشهور عليهم أنه طوبها على القد وبتالي هي بتلبس كندرة وبتشكلش وبتشكلش طوبها إلى الأعلى مثلا وبنفس الشكل تقريبا؟ نفس الشكل بس طول يعني طول كرم المدينة وعنب وعفوا وبلعة وعتيل وعلار لا بديش أبعد على علار لأنه فيهم بيدخلوا شوي مع زيتا بشكلوه بشكلوه كلهم بشكلوه تمام؟ فيه كمان شغلة بدي أحكيها على الطوب الأبيض في منطقة زيتا رحنا بطلنا الطوب أبيض صرنا طوب ملون مزركش عرفت كيف؟ زيتا وصيدة والنزلات وباقة تمام؟ الطوب بيكون مزركش الإشي الرئيسي في التطريز بيكون في الشلحة الداخلية وليس على الطوب الخارجي الداخلي الداخلي وبيكون مفتوح منطقة الصدر كامل وبحشروا الصدر عشان يظهروا جزء من الجمال وبيكون التطريز في منطقة الصدر اللي مكشوف على الشلحة تمام؟ وبالتالي هذه المنطقة لا تلبس الطوب الأبيض طوبها مختلف عشان هيك بقول أنا طول كرم فيها كم من كم من التياب بالزبط المختلفة مثلا لو رحنا على المنطقة الجنوبية لو رحنا على الكفريات الكفريات ما عندهم لا طوب أبيض ولا مزركش بلبسوا زيت دشداشة بزنار وطوب مزمومة بكسرات مورد أسهل وأسرع ويمكن يكون شغلهم بالأرض أكتر من أي حدا تاني طبعا تمام؟ هذا بالنسبة لجزئيات بعض الجزئيات الخاصة في الطوب الأبيض لمردن طوب الأبيض لمردن كنتم أجلع اللار كنتم أجلع اللار عشان أحكي عن موضوع أنه اللار قد تدخل مع صيدة هي بتلبس الطوب الأبيض لكن بحكم قربها من منطقة النزلات لأنه بعدها بتيجي صيدة والنزلات صار فيه مع التزاوج بهذه الكرة صار فيه خليط من التياب ما بين تياب طول كرم وتياب المنطقة اللي فيها نزلاته باقة يعني ما شاء الله عليك موسوعة وأنا مستمتعة كمان بطريقة وأسلوب الحديث لا شك يعني خبرتك رائعة في مجال الحكاية كنت بتسأل حاول قضية ما قبل الألوان كنت بدي أحكي فيها لأنه لا شك إنه إلها رمزيتها ممكن لما فصلت كل طوب كان فيه إشي بيعني لهوية المنطقة الجغرافية لهوية المدينة لهوية البلد بالمجمل كل هاي التفاصيل قداش مهمة اليوم إنه إحنا نعرفها نتسلح فيها كثقافة وطنية كثقافة تراثية ثقافة شعبية وتكون هي جزء أساس من مناهجنا اللي إحنا بنتعلمها طفلنا ينشأ على هاي المعلومات لحتى فعلا إحنا نكون محافظين لأنه بصراحة ما بديش أخفي عليك يمكن منشوف كتير الطوب هذا الأسود اللي عليه أحمر هذا اللي بالعادي منشوفه إحنا في أي مناسبة منشوف عريفة حفل منشوف أي مناسبة الطوب الأسود اللي عليه أحمر لكن منجهل إنه إحنا كل بلد إلها خصوصيتها وبالتالي قداش هذا بيرجع إنه مسؤولية التثقيف التراثي الشعبي للأجيال هو اللي بتحكي 100% إحنا منشتغل عليه لكن في إلنا عدو تاني داخلي صحيح العدو الداخلي هو الكمبيوتر أنا كنت أشوف الست أعرف من توبها هذي من المحل فلاني أشوف الرجال أعرف إنه من هاي المنطقة وكل الرجال ما صارش فيه تطوير على أزياءهم لكن الكمبيوتر طلع لي نماذج خليط كامل بتلاقي زهرة البرتقال مع قطف العنب طب وين؟ يا فاول للخليل أنت وين؟ أنا وين رايحة؟ أعرفت كيف؟ هلأ وعم بتطوير يعني حلو التطور لكن حلو المحافظة على النمط الرئيسي يعني حتى وإحنا بنشتغل بالكمبيوتر بنطلع كطب جديدة وأشياء جديدة اللي هو التحديث بس ونحافظ على الأشياء الرئيسية دون ما يفقد قيمته ورمزيته الأساسية 100% يعني أتفنن في الأشياء زي ما طلع معانا مثلا مرة ساعة ومرة أنا بعمل البيرو ومرة بعمل الخزاني ومرة بعمل حلو كله هذا التطور وتحديث لكن بالنسبة للتوب بس ونحافظ على خصوصيته بالأشياء بس ونحافظ على التوب طول كرم هيك يعني البنيقة اللي بتيجي من هون بتيجي مطرزة مثلا سن الشايب مجموعة من القطب بس ونحافظ عليها طوب طول كرم مش سهل يتزور لأنه معروفة المعالم بتاعته بس التياب التانية اللي عمالها بتكتسب اللي عم بيجي عليها أشياء هي مش موجودة أصلا دخيلة بالزبط مية في المية هذا اللي بيهمني أنا الجيل يكون عارف رمزيات التياب الأصلية وطور أنت زي ما بدك بعدين جعبالك مثلا أنك تعمل خليط اعمل خليط بس كون فاهم هذا هذا إيش وإيش وإيش زي هذيك اليوم عم نحكي عن بالأزياج بالأشياء التراثية الكرطل وقال شو الكرطل واحدة من بنات مفلحات يعني شو الكرطل قلت لا إيش شو الكرطل 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 اللي كنا نحط فيه التين اللي بنأخذ من زوف الزتون ومن الخرسان عرفت كي يعني فيه مصطلحات راحت وبطلت وبطلت بطل ولادنا يعرفوها وبطل وبناتنا يعرفوها يعني أنا في محاضراتي بخضوري بالأزياج الشعبية بكلهم أنا في للشعر في برجيهم أنا يعني شيء معين بكلهم إيش هذا تمام زي الجديلة هيك نازلة وعليها طبات من تحت للأسف ما حدا بعرف بقولوا ما هذا اسمه كرمول الكرمول هو من الأزياج الشعبية الفلسطينية يعني تكملها للأزياج الشعبية الفلسطينية كيف كنا هالأيام إحنا بنحط التطويل الشعر المستعار شعر المستعار هم كانوا يستعملوا الكرمول ويجدلوا مع الشعر عشان الشعر تصير ضفيرة تصير خميلة وبالتالي بالآخر بآخر الضفيرة يكون هالكرمول وتكون الكرمول طبات الكرمول السود من الشعر الماعز الأسود يتكون نازلة من تحت الخرقة وهي بتكون ماشية بيكون الكرمول مبين معها تقريبا بقدر الواحد يتخيل قديش طول شعرها للصبية أو للست أو بغض النظر تمام يعني في جزئيات صغيرة بكل تفاصيل التوب بتاعنا بسوى على الأقل يعني لو بدينا في مبادرة توبنا الأبيض المردن إحنا بصراحة مع وزارة الثقافة كل سنة بنعمل في المدارس من الصفوف العليا ما لا يكل عن عشر محاضرات في أكثر من مدرسة بالمحافظة بنتأمل أن نكون تلعنا بنتيجة مع الطلاب والطالبات إن شاء الله يعني إحنا لديق الوقت الحديث يطول في هذه الموضوعات وأنا تعيد جدا برواياتك والقصص في هناك إضافة حابت تفضل في ذلك الألوان تفضل التوب بشكل عام التوب الفلسطيني بشكل عام يعخذ اللون الرجواني أو الأحمر وهو سببه إنه كان فيه على البحر الأبيض المتوسط حيوان يؤخذ منه هذه الصبغة وبالتالي ما كانش موجود إلا لون الأحمر ومع التطور صار فيه اللون البيتي وشوي شوي راحوا على البرتقالي ودخل الأخضر ودخلت أكثر من اللون في شغلة بالمرأة هذا للصبايا والنساء المتزوجات باخذوا اللون المزركش بحطوا فيه شوية الدهبي إذا رحنا على إذا شفنا نوع من التطريز يميل للأزرق بنعرف إنه هذه الست أرملة وبالتالي يعني بتترك تيابها الملونة وبتطرز توب يميل إلى اللون الأزرق فطول كرم طبعا بدنا ندور كيف بده يصير توبها أزرق كانت الست في طول كرم لما تترمل بتنيل توبها إذا بتسمع كلمة نيلة تنيلك بزرط نيلة تنيلك عرفت كي نيلة هلأ أمي كانوا من باب النظافة ينيلوا التوب الأبيض إنه برجع ناصع لكن هي بتزيد الصبغة بتزيد النيلة أكتر وقت وفاة الزوج بحيط إنه يصير توبها أبيض مزرق وبالتالي بتعرف وبتضلها يعني مزرق ومعاملته باللون الأزرق إلى حين إنها يتقر إنها يبدأ تفك الحداد بجوز سنة بجوز سنتين بجوز خمسة بجوز سبعة فإذا فكت الحداد تعرف إنه هي يعني جاهزة ممكن تتزوج مرة ثانية وممكن هلأ بتصير حتى لو تزوجت مرة ثانية بتضيف للتطريز لون إضافي مع الأحمر يغلب عليه لون أخضر إنه هي هلأ تزوجت مرة ثانية وبالتالي صار هدول اللونين مشهورة هي فيهم هذا بشكل عام عن الطوب الأبيض الأزياء الشعبية الفلسطينية في فلسطين طبعا لضيق الوقت أنا بقدرش أحكي كتير لأنه هي فعلا إشي عميقة كتير بالضبط مية في مية والطوب الأبيض بشكل خاص في مبادرة جميلة جدا وبس ونضلنا نعيدها ونذكر الناس فيها عملتها مدرسة شوكة ثانوية اللي هي حطت فيها الأزياء الشعبية الفلسطينية وهي مجموعة كبير من الصبايا وبس ويكون في كل مؤسسة من مؤسساتنا موجودة هذه الخريطة كل الاحترام كل الاحترام يعني أشكرك جزيرة شكر لسيدة مها حنون خبيرة في زي الشعب الفلسطيني وأيضا في الحكاية الفلسطينية على الأسلوب وعلى المعلومات ويطول الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله بيكون لإلنا لقاءات متكررة إن شاء الله والحديث في كل التفاصيل وكل الجزئيات شكرا جزيلا لحضرتك إن شاء الله شكرا لكم يعطيكم العافية ومعا وسويا من أجل النشر الثقافي طبعا والمحافظة عليها بتأكيد شكرا جزيلا شكرا أهلا وسهلا كنا وإياكم مشاهدين الكرام بهذه التفاصيل حول الثوب الفلسطيني وتحديدا بتفاصيل أكثر حول الثوب الفلسطيني الكرمي اللي لا شك إحنا بحاجة إنه الثقافي يكون عندنا الوعي الكافي برمزيته بهويته وبتفاصيله نكون قادرين بالدفاع عنه ونميز إنه هذا التوب توبنا في ظل كل المحاولات الإسرائيلية والاستيطانية في سلبة هذا الأرض وهذا التراث الفلسطيني مكملين وإياكم والحديث عن مهارد شمس بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة